قتل خمسة عشر شخصا على الأقل وأصيب ثلاثون آخرون بجروح أغلبهم من الأطفال والنساء في حصيلة مؤقتة علن عنها نائب وزير الداخلية الليبي وذلك في انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى الجلاف بنغازي شرق ليبيا دمر أيضا مطعما بالكامل وألحق أضرارا جسيمة في عدة سيارات ومباني قريبة يشار إلى أن مدينة بنغازي معقل الثورة الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي كانت في الأوينة الأخيرة مسرحا لهجمات واعتداءات ضد أجهزة الأمن ومصالح دول غربية آخرها هجمات على مركزين للشرطة يومي الجمعة وسبت الماضيين وكانت اللجنة المشكلة من المؤتمر الوطني العام تسلمت مساء الأحد مقراء وزارتي الخارجية والعدل في العالم وعاصمة ترابلس من المسلحين الذين كانوا يحاصرونهما وكان مسلحون قد حاصروا مقرهتين الوزارتين منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي ولكنهم بعد إقراره واصلوا الحصار للمطالبة بإقالة الحكومة وتأثير مؤسسات الدولة من رجال النظام السابق